100 مليار دولار في طريقهم لمصر ومفاجأة حلوة عن الأسهار بس ليه 100 مليار دولار تحديداً ولمصر هتاخد المبلغ ده ورفضت 250 مليار دولار تانيين أصرار جديدة عن خطة الحكومة أنا أقيل وليلي كامل معايا الفيديو الآخر عشان تعرفوا كل التفاصيل أكبر صفقة استثمارية في البلد من ساعة ما رئيس الوزراء قال الجملة دي والكل بيدور وراء الكواليس هل فعلنا الصفقة دي هتبقى الضربة لقضية للسوء السودة جاعتان يندور على مساكن جديد وبيع جديدة هل الصفقة ليعلاقة برأس الحكمة ولا لا؟ كل ده هتعرفوا معايا لكن خلينا نشوف الاستثمارات اللي جاية مصر قريب قد ايه مصطفى باكري يفاجأ الكل بالإجابة وبيأكد ان قيمة الصفقات الاستثمارية المطروحة في التوقيت الحالي على الحكومة المصرية حوالي 101 مليار دولار مش 42 مليار دولار بس وطبيعة تسأل مصطفى باكري جاي بالثقة دي كلها منين وهو بيتكلم كده هنا باكري قال ان المعلومات دي جاية من مصادر عليا والدولارات اللي هتدخل هتقضي على السوء الموازية وفيه أمل كبير ان الصفقات دي تحصل قبل شهر إبريل الجاي وده يساعد على توفير فرص عمل جديدة وتحسن من ظروفنا ده غير كمان 10 مليار دولار جايين من صندوق النقد الدولي خصوصا ان الصندوق بيؤكد ان المفاوضات مع مصر مشي كويس من بعد إعلان الحكومة عن الصفقة الكبرى مصطفى باكري أول واحد تكلم عن التفاصيل في نفس الوقت النائب مصطفى باكري عضو مجلس النواب قال ان الحكومة انتهت من توقيع عقود المشروعات الاستثمارية في رأس الحكمة وخلال أيام قليلة وقبل شهر رمضان المبارك هيدخل مصر مبالغ من العملة الصعبة هتساعد فيه التخفيف من حدة الأزم الاقتصادية كمان هتكون هي البداية وبيأكد ان مصر هتنتصر على كل الظروف لأن مصر ما تعرفش الهزيمة أو الانكسار طبعا كل الكلام ده حلوة طيب الدولار هيطلع ولا هينزل الناس يهمها كل الإجابات دي فيه ناس بتقول ألنا ينور عليك سعر طب كيس السكر وإزازة الزيت هترخص ولا لا علشان لما تيجي تحتاج حاجة تعرف تشتريها ده اللي خلى مصطفى باكري يقول للناس طب منه الأسعار هتنزل قبل رمضان وباب الاستيراد هيفتح علشان السلعة تدخل البلد ورئيس عبدالفتاح السيسي قال أن موضوع دولار هيبقى من الماضي يفضل بقى آخر سؤال إحكاية الـ 250 مليار دولار اللي رفضتهم مصر في الأول كان معروض علينا 200 مليار دولار وبعدين زادوا الـ 250 مليار دولار برضو وحسب كلام باكري أن الدول اللي بتدعم الكيان إياه عرضت على مصر مبالغ كبيرة وبعود باستثمارات جديدة عندها في البلد في أسرع وقت بس كل ده بشارطة مصر توافع على عملية التهجير اللي عاوزها الكيان علشان في الحالة دي مصر هتكون الدولة الأولى ويمكن الوحيدة اللي هتستقبل المهاجرين من القطاع في الساعات الأخيرة انتشر التصريحات على لسان صندوق النقد بأن الصندوق بيحاول يوفر التمويل المطلوب لمصر علشان ما تحصلش أزمة لو دخل لاجئين الفترة الجاية بس بسرعة طلع مسؤول على قناة إكسترونيوز وقال إن ما فيش أي مناقشات بين الحكومة المصرية وساندوق النقد الدولي لحصول القاهرة على احتياطات مالية إضافية ده بسبب اللي بيحصل على الحدود ده دلوقتي ساندوق بيرائب الهجمات اللي بتحصل في البحر الأحمر وتأثرها على الاقتصاد ده في قناة السويس وحركة الشحن في البحر الأحمر لأن فيه سفن شحن خولت السفن لطريق رأس رجاء الصالح في جنوب القارة الأفريقية طبعاً ده بيزود تكلفة رحلات بين أوروبا وآسيا ورد جداً يرفع أسعار السلع الغذائية بس الغاية دلوقتي مصطفى باكي يقول إن اللي جاي في مصر أحسن في النهاية أنتم إيه رأيكم في الكلام ده؟ شاركوني برأيكم في التعليقات